الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة ومعنا الأخ زبير من الجزائر العاصمة مرحبا السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بأخي الزبير مرحبا إن شاء الله يتنورناك بالنور تاك شيخ جزاك الله وخير آمين وإياكم الله أعطك الخير والعافية آمين الشيخ عندي تفسير منام بركة شفات الجوزة نعم خير إن شاء الله خير إن شاء الله شفت بدل شرينا فيلا وتخدنا فيلا فيلا هادي وجيناها واسعة بزاف ما شاء الله وسيد هو دعايت لنا جينا روحوا للفيلا هادي وإنا الحق ماشي ما عنديش نية بش عندي بش شرينا الفيلا هادي وعندك ركساكن مليا عندك ليت ساعة الحمد لله ما عندك مشكلة ساكن الحمد لله نحن دورش كل وقع الحمد لله إذن أخي الزبير نعم شح عارف أمرك الله يبارك خمسين سنة قد قد الله يبارك عندك ذرالي الله يبارك فيك عندي طفلين وبنت يعني أبلي ثلاثة نعم الله يبارك ما شاء الله وإخوة الله لا يعزك أمين أخي الزبير أبقى معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك للمرة الألفة مرحبا جزاك الله وخير الشي برك الله آمين وإياكم وإياكم الله يعزك الله يبارك فيك الله يعطيك الخير خيرا تلقاه وشرا تتوقاه هذه الرؤية إن صحت وصداقت لأخي الزبير من الجزائر العاصمة أقول رؤيتك جيدة هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى سيفتح عليك وسترزق وسترزق بحياة سعيدة طيبة آمنة مطمئنة هادئة فانتظر بشرى وانتظر حياة كلها سعادة وكلها أمان وطمأنينة وعافية وهناء أبشر رب رحي وستعليك إن شاء الله في الحياة وستسعد مع زوجتك الكريمة ومع أبنائك الثلاثة وأسأل الله أن يطيل أعماركم ويبارك لكم في حياتكم ويحفظنا وإياكم من كل مكروه والله أعلم كذلك معنا الأخت مروى من شلف تقول كنت أمشي في المنام أنا وأمي في المنام وإذا برجل يجري وراءنا ولم نكن في بيتنا ودخلنا مسرعين إلى أحد المنازل وأغلقنا الباب وكان الباب مكسور وطرق الباب وأخذ شيء ماء وذهب إذن أقول خيرا تلقينه وشرا تتوقينه وخير لنا وشر لأعدائنا والحمد لله رب العالمين هذا يدل على أن الوالد راضية عنك على أن الوالد راضية عنك وقد أعطتك دعوة الخير والرضا وهذا دليل على أن الله موفقكم وناصركم ومؤيدكم وأبواب الشر مغلوقة عليكم لا تصلكم بإذن الله عز وجل ومن يريد إذاءكما أو مسكما بسوء وآذى لن يفلحا ولن ينجح بإذن الله عز وجل لو كالباب المقصور هذاك أن يرى كأن شوية ضعف وهذا يدل على أنه ينبغي أن تصلح بعض الشيء معنى من محاسبة النفس وإن كين تفريط وإن كين موضع الخلل حاول إصلاحه وتقوية الإيمان حتى لا يحضر الشيطان ولن يجد ملجأ أو مدخلا يدخل إليه منكم إليكم وربنا يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه ورؤية تشكركم وتمدحكم إلي الله عز وجل وإسأل الله الثبات والعافية وكثرة الاستغفار والدعاء والله أعلم أهلا باسم بارك مرحبا مرحبا بك الشيخ أهلا يا سيم بارك كيف حالكم أهلا بك سيدي لباس إذن تحية لك ولكل سكان جلفع آمين إن شاء الله ومرحبا بأخي بأخي مرحبا أنعم عندك رؤية الرؤية يا شيخ هي رأيت شيخ زاوية أعرفه زاوية كنت أدرس فيها ميبرك أي زاوية زاوية طاهرية ببسعد ما شاء الله ما شاء الله رأيته أمسكني من يدي وأدار أصبعه الإبهام أداره في يدي ما شاء الله لا أدري ما يعني تعني هذه الرؤية ما شاء الله أنت من حفظة القرآن الكريم نعم إن شاء الله كم مضى من عمرك يا شيخ ستين سنة الله إذن أنت الآن معلم أستاذ أنا متقاعد يعني وكنت أستاذ أكون متقاعد بالطربية الله يبارك الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله كثر الله من أمثالكم يا حفظة القرآن آمين كثر الله من أمثالكم أبقى معنا يا سيدي الأستاذ أبقى معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك سيدي أمبارك للمرة الألف آمين إن شاء الله آمين الله يبارك فيك أبقى معنا أبقى معنا خيرا تلقاه وشيرا تتوقاه رؤية الأخ المبارك وهو من حفظة القرآن الكريم ومتقاعد من التربية أسأل الله أن تكون لك جبال من الحسنات يوم القيامة إذن أنت قد ربيت أجيالا وهذه الأجيال كلها تكون ذلك يوم القيامة وتكون صدقة جارية لك يوم القيامة وهذا الشيخ الذي وضع أبهماه أو إبهامه في يدك حاب يقول بالله أنا راضي عليك وأعطيتك دعاو الخير ورأك أديت الأمانة كما يمغى سينبارك حاب يقول هذا الشيخ شكرك ورأك قال لك أديت الأمانة التي وصيناك بها والتي من أجلها تتلمث على أيدينا وعلمناك ودربناك وتحصلت على مواد الشرعية ولغوية وغيرها وها أنت قد أديت الأمانة كاملة فهو يشكرك ويمدحك ويجازيك خيرا فشيخك هذا راضي عنك ياسم بارك وأنت أرضى عن طلبتك وأرضى عن من أخذوا عنك هذا العلم وحاول قدر المستطاع أن يكون ضمن كتاب ضمن منهجية تكون على شكل كتاب للأجيال القادمة والناشئة الحالية والله تبارك وتعالى يجازيك عنا أحسن الجزاء والله أعلم كذلك معنا الأخت كنزة من أم البواقي متزوجة تقول رأيت في الحلم أسناني سقطت ويتكرر كثير علي هذا الحلم كثير يتكرر علي هذا الحلم إذن أقول خير تلقينه وشر تتوقينه وخير لنا وشر لإعدائنا والحمد لله رب العالمين هذه الرؤية كثير ما تريد إلي سواء هنا في هذه الحصة أو في المجد أو على رقم هاتف الخاص أو أنا أمشي في الشارع وأنا في الحافلة وأنا في المترو في التراموي الناس يسألوني عن قضية سقوط الأسنان كثيرا وأراهم يتخوفون وكأن وكأن شيء ما سيحدث لهم بعض الرؤية ولهذا أقول يا أحباب الكرام بدون استثناء رؤية الأسنان في المنام لا تخيفكم من اليوم لا تخيفكم فما تقرؤونه أنصحكم بعدم قراءته أنصحكم لا تشتروا كتاب تفسير بن سيرين فوالله لهو كتاب مليء بالخرافات ومليء بالأساطير ومليء بتعبيرات محمد بن سيرين بريء منها إلى يوم القيامة وهذا الكتاب الذي تقرؤونه والذي جاء على شكل ثلاثة أو أربعة عنوين مختلفة كلها لبن سيرين والله ليس من تأليفه على القول الراجع وأقد أقسمت وأنا متأكد مما أقول هذا الكتاب ليس من تأليف محمد بن سيرين هذا الكتاب منسوب له همتوا هذا الكتاب رحا منسوب له ما وش انتعوا وهذا الكتاب رحا مطبوء في القرن الرابع الهجري ومحمد بن سيرين مات في القرن الأول سنة مائة وعشرة هجرية إذن فيه الدخل في هذا الكتاب سقوط الأسنان معناها راح واحد يموت من فاميليا ما كاش منها هذا تفسير باطل هذا تفسير خاطئ أنا بريء منه وابن سيرين بريء منه وكل علماء التعبيرين بريء من هذه الأكاذيب إذن سقوط الأسنان في المنام يدل على طول عمرك يا أختي كنزة ويدل على أنك تعيشين أكثر من نظراتك وصديقاتك وجاراتك وقريباتك وإن كان فيك دين سيقضى بإذن الله أما هذا التفسير يقول أسنانها تفرح معنا عمرها طويل بإذن الله أزوج الله هذا الكلام ينبغي أن يخذها بعين الاعتبار وكتاب من سبر بن سيرين والله أعلم أم فتيحة من مدينة غليزان مرحبا مرحبا السلام عليكم أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بأختي مرحبا سلم صحيح الله يسلمك الله يبارك فيك عندك رؤية وا مرحبا 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 إذن تفضلي تفضلي أنا أسمعك على المباشر أنا بصح ما هيش مكتوبة عندكم الرؤية لا معقدش عليها الآن راكم مع شيخ السعيد على المباشر أعطيني بعض رموزها أعطيني بعض رموزتها وسأفسرها لك إن شاء الله تبارك وتعالى إذن وقع عن قطاع الله غالب مع إمرأة كبيرة طاعنة في السن الله غالب أربي إن شاء الله يوفقها وترجع وعينا عن قريب إذن سيدة من الشنف تقول رأيت في المنام أني أشتري الأواني مع زوجي عبدالهادي وأمي ونختار أواني فاخرة وحلي للبنات وكانت جميلة وأيضا في حلم آخر كنت في السوق مع زوجي أشتري أواني صحون وأطباق أواني صحون وأطباق إذن أقول وكانت جميلة والله الأواني في المنام جيدة طباسم غارب فراشة طباسي الأخير الأواني المنزلية أو الأواني المنزلية على مسمياتها وتعدادها وتصني وكثرتها كلها تدل على أن هذا البيت سيمتلئ بالخير والبركة والعافية وتدخله الرحمة إن شاء الله ويدل على أن نبيتكم هذا سيكون عامرا برحمة الله عز وجل وبالخيرات والبركات الدنياوية ووجود زوجك معاك وكلمة الاسم الهادي من الأسماء التفاؤلية لأنه أسم من اسم الله أسماء الله عز وجل وسيهدين إلى الطريق المستقيم وجود يمك معاك في المنام يدل على أنك يدعو الخير ولمك راضي عليك أيضا كذلك وجود الرؤية الحلي في المنام هذا يدل على الملك ويدل على أن العائلة سيجتمع أمرها ويشتد وتقوى المحبة بينكم إن الله عز وجل ورؤية ثانية فيها شراء الصحون والأسواق والأطباق أيضا كذلك هذا دليل على أنكم سترزقون بالخير والبركة والعافية والراعة وبيتكم سيملأ بفضل الله عز وجل بأمور دنياوية ويملأ بالرحمة والطيب والبركة بإذن الله عز وجل والله أعلم كذلك معنا بعض الرؤى التي وصلتنا ومن بينها لحصا من الجزائر العاصمة من ساحة أول ماي من الجزائر العاصمة يقول السلام عليكم ومساء الخير يا فضيل الشيخ ما تفسير أني رأيت أني ذهبت إلى العمرة ورفعت يدي إلى السماء وطلبت الله أشياء واستجاب لي فيها أنا في الحقيقة فرحان ولكن أريد تفسيرك هو الأهم عندي وشكر لك على هذه الحصة العظيمة التي كلنا نتبعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيرا تلقاه وشرا تتوقاه وخيرا لنا وشرا لأعدائنا والحمد لله رب العالمين هذه الرؤية لأخينا لحسن كونك شفت ذهب للعمرة ورفعت يديك إلى السماء واستجاب الله لك وحقق لك بعض أمانك إذن أبشر هذا يدل على أنك إنسان صالح وأنك مستجاب الدعوة وأنك إنسان متبع لمبتدع إنسان في طريق الله المستقيم فأبشر بأن لك زيارة إلى البقاع المقدسة إلى بيت الله الحرام إلى الحرمين الشريفين بإذن الله عز وجل وما دمت كذلك فادعو الله لنفسك ولأسرتك وللعبد الضعيف وللشاب الجزائري بالخير والبركة والعافية ولهذا البلد بالأمن والطمأنينة والعافية والخير والبركة ورؤيتك جيدة والله أعلم هذا وإلى حصة قادمة أخرى إن شاء الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته